واخيرا في العرب الجديد اصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة تزامنا مع مواجهات واشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية المحتلة اصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة اليوم الاربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلوس شمالي الضفة الغربية بالتزامن مع اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين وتلك القوات وأفد مدير الإسعاف والطوارئ من الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلوس أحمد جبريل بأن شابا في العشرين من عمره أصيب بالرصاص الحي بالرأس خلال اقتحام المخيم وتم نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلوس من جانبه قال الصحفية مينة بوردة للعربي الجديد وهو من مخيم بلاطة إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم حاصرت أحد المنازل لعائلة أبو شلال يعتقد أن فيها مطاردين ثم اقتحمت قوات أخرى من الجيش الاحتلال المخيم وأكد أبو وردة أن مقاومين اشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع اندلاع مواجهات أخرى بين شباب شبان من المخيم وتلك القوات فيما تمكن المطاردون من الفرار من المنزل لكن قوات الاحتلال داهمت المنزل وفجرت قنابل بداخله ما أدى إلى تدمير محتوياته بالكامل وتضرر المنازل المحيطة وأصيب عدد من الأهالي بإصابات طفيفة